هبدأ بالملف المتعلق بالاتحاد الافريقي لكرة القدم والحديث على مباراة الترجي والوداد المغربي غدا بإذن الله موعد المكتب التنفيذ للاتحاد الافريقي لكرة القدم اللي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس هذا الاجتماع اللي دعا لي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي عاقب أحداث مباراة الترجي والوداد في نهاية عصبة الأبطال غدا بإذن الله هذا الاجتماع اجتماع مصيري واجتماع هام جدا وسيشهد مزيد من الكواليس والقرارات التي من المنتظر أن تصدر خلال الساعات القادمة القول الفصل في أزمة مباراة الترجي والوداد المغربي هو حكتين تقرير حكم المباراة بكاري جسامة وتقرير مراقب المباراة هذه المباراة شهدت وجود مسؤولين كثيرين في الاتحاد الافريقي لكرة القدم أبدأ بالجزء المتعلق بقبل المباراة بساعات قليلة زي ما أنت قدامكم على الشاشة ده الخطاب الذي أرسل من الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو الفار مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم أرسل ليلة مباراة النهائي للاتحاد الافريقي في مقر الرئيسي في القاهرة تختر فيه الشركة الاتحاد الافريقي أنها لن تستطع إجراء إتمام إجراءات تعاقد تقنية الفيديو في ملعب رادس لعدم وصول باقي المعدات المتعلقة بتقنية الفيديو إلى تونس قادما من الرياض بالمملكة العربية السعودية بالطبع وزن المعدات المتعلقة بتقنية الفيديو حوالي 618 كيلو جرام على ثلاثة قطع القطع الأولى والثانية وصل إلى تونس لكن القطع الثالثة لم تصل وبالتالي كان هناك إجراءات سريعة لإمكانية وصول القطع الثالثة من تقنية الفيديو لكن بعد تعزر وصولها من الرياض إلى تونس كان هناك محاولات لإرسالها من دبي إلى تونس لكن أيضا هذه المحاولات بقت بالفشل وبالتالي أقيمت المباراة بعلم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بدون وجود تقنية الفيديو دون وجود تقنية الفار وهنا تكمن الأزمة أو هنا يكمن الموضوع لب القضية نفسها اللي من خلاله نادي الودادة المغربية هيتمسك بحقه في هذا الخطاب وفي هذه الجزئية لكن على الجانب الآخر الترجي التونسي ينتظر تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة المكتب التنفيذي بالطبع غدا بإذن الله أمامه إما قرارين إما إعادة المباراة وبالتالي سحب اللقب من الترجي وإعادة المباراة بين الترجي والودادة أو اعتماد فوز الترجي وبالتالي ستطول هناك عقوبات على نادي الودادة المغربي ليس هناك قرار ثالث وليس هناك حل ثالث لهذين الحلين عموما كل هذه أطراف القضية تظهر خلال الساعات القادمة لكن قبل ما نخش بباقي تفاصيل هذا الموضوع كان فيه تصريح مهم جدا لرئيس نادي الودادة المغربي كان مبارح فيه إحدى القنوات المغربية وحديث مهم جدا أدل بيه رئيس الودادة المغربي سعيد النصري وكشف فيه أسرار عن أزمة جديدة المتعلقة بالنهاية الإفريقي صرح سعيد النصري رئيس نادي الودادة المغربي عبر برنامج المطش عبر قناة تاميديا إيه المغربية قائلا شاركنا في هذه المباراة على أننا محمين وأرسلنا خطابات وشعرنا بالإتمينان قبل الإياب بأنه لا يوجد أي تحيز وأننا سنلعب في إطار من الحياد كل ذلك بعد الأحداث التي تلت مباراة الزهاب وكان هناك مشحنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير الترجوية مع الجماهير الودادية أضاف سعيد النصري حكم الفيديو كان شرطا أساسيا من الكاف بأن يتواجد فيه المباراة النهائية وواصل بدون استثناء كافة المسؤولين في كل الأطراف طلبوا مننا استكمال المباراة وأضاف لم نتفاوض كنا نطالب بحق مشروع لنا كنا نطالب بالمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص قلت لكم أن هناك حكم فيديو فيه النهائي كان موجودا في الزهاب فلما ليس موجودا في الإياب لما لم تخبرونا طيب ده تصريح مهم جدا لسعيد النصري وآخر كلمتين في التصريح مهمين جدا قال كان هناك حكم فيديو في مباراة الزهاب في تونس لكن لم يكن موجودا في مباراة الإياب لما لم تخبرونا وبالتالي ملف الوداد المغربي في هذه القضية بدعم من الاتحاد المغربي لقرة القدم يعتمد على الخطاب الذي أرسله من الشركة المعتمدة من الاتحاد الإفريقي بتنظيم إجراءات تقنيد الفيديو في المباراة النهائية وهذا الخطاب الذي أكدت فيه الشركة تعزل وصول باقي المعدات لملعب رادس لخود هذه المباراة وبالتالي كان لدى مسؤول الاتحاد الإفريقي علم حسب هذا الخطاب بأنه لن تكون هناك تقنيد فيديو في هذه المباراة الخلاف بين الطرفين بيتعلق هل تم الاتفاق بالمباراة أن الطرفين يعلمان بعدم وجود تقنيد الفيديو أم طرف أخفى على الطرف الآخر الوداد يؤكد أنه لم يكن يعلم الترجي يؤكد من خلال حكم المباراة أنه أخطر كلا الناديين من خلال كابتن فريق الترجي خليل شمام وكابتن فريق نادي الوداد عبداللطيف الناصري مخرج هذه المباراة أكد في خلال الصورة الأخيرة وإحنا بنعرض صور هذه المباراة مخرج المباراة التنسي اللي كان موجود في الإزاعة الخارجية قال الهيكل المتعلق بالتقنيد الفيديو اللي كان موجود في أرضية الملعب كان من خلال الإزاعة الخارجية اللي بتنقل المباراة لم يكن هناك وصلات ما بين هذه التقنية مع غرفة الفار لأنها لم يكن أصلا متواجد غرفة الفار وبالتالي هذه الشاشة التي أمامنا كانت تعرض الصورة التي تنقل لكل المشاهدين من خلال القناة النقلة والقناة الحاصلة على حقوق هذه المباراة وبالتالي كان لدى الجميع في تونس علم بأنه لم توجد تقنية فيديو وبالتالي نادي الوداد يعتمد على الخطاب الذي نشرناه في البداية وحصلنا عليه من المغرب من خلال دعم كامل من ملف الاتحاد المغربي لنادي الوداد في هذه القضية لكن عموما المكتب التنفيذي قلت لكم بكرة هيعتمد إما أحد القرارين المفاجأة بالنسبة لنا من خلال تتبعنا لليحة الاتحاد الأفريقي المنظمة لهذه المسابقات بيقال أنه في حال انسحاب أي نادي في طرف المباراة النهائية توقع لعقوبة بغرامة مئة ألف دولار وحرمانه من اللعب في البطولات الإفريقية للأندية لمدة عامين وبالتالي إذا تم اعتماد فوز الترجي التونسي بيكون هنا اعتماد على أن فوز الترجي جاء بعد انسحاب نادي الوداد في المباراة النهائية احنا بنذكر معلومات بنذكر لائحة قانون ليس مع طرف ضد طرف لكن بنسرد لكل مشاهدين وكل مشاهدي قناة الأهلي الجزء المتعلق بالمعلومات المتعلقة بهذه القضية إذا تم اعتماد فوز الترجي ستكون هناك بالتأكيد عقوبات على نادي الوداد لأن بالتأكيد حكم المباراة بكاري جسامة سيذكر في تقريره أنه ألغى المباراة بعد انسحاب نادي الوداد وبالتالي اعتمد فوز الترجي التونسي لكن في المقابل الآخر إذا ما أقرأ المكتب التنفيذي إعادة المباراة أو إيقاف تتويج نادي الترجي التونسي بالبطولة الافريقية ما هو القادم في هذه القضية إذا اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي هذا القرار في اجتماعه غدا في باريس هذا له معنى آخر ستطول هناك عقوبات على بكاري جسامة حكم المباراة لأنه لم يختر النادي الوداد المغربي بأنه لم توجد تقنيت فيديو بل بالعكس أثناء المباراة كان يوحي للعبي الوداد بأنه يستمع إلى غرفة الفار وبالتالي لم تكن هناك أساسا غرفة الفار ستطول العقوبات أيضا مراقبة المباراة المنصق العام للمباراة وأيضا لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي نتيج كل هذه الأزمات التي وضعت الاتحاد الافريقي ورئيسه أحمد أحمد أمام كل وسائل إعلام في أزمة كبيرة قبل كمان مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بـ 24 ساعة عموما أزمة كبيرة جدا أن نشوف أحداث خلال الفترة القادمة لكن في أطراف كثيرة جدا متعلقة بهذه المباراة أي قرار سيصدر ستكون هناك توابع له وفي العموم أكد رئيس الاتحاد المغربي فوز لكجع وأيضا سعيد النصير رئيس نادي الوداد إذا لم تكن هناك قرارات في صارح نادي الوداد سيتم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكورة القدم فيفا وسيتم التصعيد أيضا إلى المحكمة الرياضية الدولية في جزئية أيضا مهمة جدا في هذا الموضوع وهي متعلقة بالقانون الذي يسمح بصلاحية تقنيد الفيديو صلاحية المباراة في المبدأ لا تصبح المباراة غير صالحة بسبب أعطال تكنولوجيا الفار فيما معناها إذا بدأت المباراة وحصل عطل تقني أو عطل فني في تقنيد الفيديو هذا العطل لا يوقف المباراة بل يستوجب على حكم المباراة استكمال المباراة حتى نهايتها طيب إذا حزث أي أزمة متعلقة بتنفيذ تقنيد الفيديو في هذه المباراة أيضا تبدأ المباراة وتستكمل دون أي مشاكل إذن القانون بيقول المباراة لا تصبح غير صالحة لا تصبح غير صالحة بسبب أعطال تكنولوجيا الفار أيضا كمان الجزئية اللي بيعتمد عليها نادي الوداد بخلاف هذا القانون المتعلق بتقنيد الفيديو وهو أنهما لم يختاره أو لم يختاروا رسميا بفكرة عدم وجود تقنيد الفيديو إذن الأزمة هنا مش في وجود التقنية أو عدم وجود التقنية الأزمة في عدم اختارهم قبل المباراة بعدم وجود التقنية من الأساس لكن إذا ثبت اختار نادي الوداد بوجود عطل في تقنيد الفيديو أو عدم وجود تقنيد الفيديو في هذه المباراة إذن المباراة تكون قانونية إذن قرار الحكم بيكون قانوني أنه بيستكمل المباراة أو يبدأ المباراة دون وجود تقنيد الفيديو عملا ده قانون كرة القدم فيما تعلق بصلاحية المباراة في عدم وجود تقنيد الفيديو أو إذا وجدت وحصل عطل وفيما يتعلق أيضاً كمان بجزئية اجتماع المكتب التنفيذي المقرر غداً بإذن الله في باريس لبحث هذا الموضوع كمان نادي الوداد المغربي في الملف اللي دعم به قضيته يمكن استعان بتصرحات لشمس الدين الزوادي مدافع التراجي التونسي اللي أكد في تصرحاته أنه أثناء توقف المباراة لم يكن يعلم الأسباب التي دعت حكم المباراة أو نادي الوداد إلى تعطيل المباراة وأنه عندما سأل زملائه في فريق التراجي لماذا تتعطل المباراة سمع لأول مرة أن تقنيت الفيديو لم تكن موجودة أو كانت موجودة ومعطلة وبالتالي هذا التصريح يدعم موقف نادي الوداد في ملف